مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس سيسي رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوته للحوار ويؤكد أن حكومته تقف على مسافة واحدة من الجميع مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في محطة زاكوريجيا وأوكرانيا تدعو لإرسال وفد من الخبراء لتقييم التهديد ضد المحطة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت برينت نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم بمقرها بمدينة العالمين الجديدة استهله بالإشادة بالجهود التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والبهات المصرية المعنية ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطع غزة كما أشهد مدبولي بالإقاء رئيس سيسي مع طلاب الكلية الحربية وأهمية تلك اللقاءات في توجيه الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه يتم حاليا الإعداد وتلهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لفتا إلى أنه يتم الاتمئنان على منظمة الاتصالات وتلهيز الطرق خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ الكطار القهربائي والمونوريل هذا ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال والتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع أتدمت بولي متابعته المستمرة لما تم من إجراءات حتى الآن لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة الجديدة سواء ما يتعلق بضم أكثر من 900 ألف أسرى جديدة لبرنامج الدعم النقضي المشروط تكافل وكرامة أو المبلغ الإضافي لمدة ستة أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا وكذلك أيضا آليات توزيع مليوني قرطونة مواد غذائية شهريا بأقل من نصف سعر التكلفة وفي إطار نشاطه اليومي شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع المبدئي لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة هاي هاتشستون وأكد مدبولي أنه رغم ظروف الاقتصادية والتحديات العالمية إلا أن الدولة لم تتوقف عن بذل الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لتحقيق استراتيجيتها لتكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات أجرى وزير الخارجية سمح شكري الرئيس المعين للدورة السبعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اتصالا مرئيا بمبعوث المناخ الصيني شي شينهو وأصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أسفير أحمد حافظ أن الاتصال بحث متبعة نتائج اللقاء الذي جمع الجانبين في مايو الماضي كما تم خلال الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة السبعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل وذلك على نحو يسهم في خروض مؤتمر قاب 27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة والاتفاق على مؤصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية أمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 77 طن وأما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط أكثر من 115.5 أطنان أقمح محلية أيضا وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فروعها البغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحكبها عن التداول فضلا عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها فقد أصفر جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فروعها البغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 21 طن ونصف دقيق غير معلن عن أسعارها قام مسؤول مخبزين بدون ترخيص بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق وتمكنت من ضبط أكثر من 48 طن سكر ومكارونة وأرز ودقيق معبئة داخل شكائر غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول أربعة مخازن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والقاهرة والقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء ونجحت في ضبط قرابة 46 طن أقماح محلية محزور تداولها بدون تصريح قام مالك أربعة مخازن لتجارة الحبوب والأعلاف بالمينيا وسوهاج ومطروحة بحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وضبط 20 طن أسمنت بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية حجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء كما نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية في ضبط 31 طن ضقيق غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بسوهاج وتمكنت من ضبط 18 طن ضواج ولحوم ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بسلجتين لحفظ السلع الغذائية بالجيزة وضبط 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بالجيزة وضبط 25 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالبحيرة والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية الإدارة تمكنت من ضبط 91 طن ونصف أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وذات أثر دار على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالمنوفية والشرقية والغربية وتمكنت من ضبط خمسة أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك محل للتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية كما نجحت في ضبط أكثر من 14 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالجيزة وإلى العراق حيث شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية الحفاظ على النظام الديمقراطي وضرورة التصحيح إذا كانت هناك مسارات خاطئة وفي كلمة له قال الكاظمي أن هناك أطراف تحول الصراع تجاه الحكومة دائما مشيرا إلى أنه مستعد لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة ويخطر من يعتقد أن هذه الحكومة تعمل على طوريط أو توتير لجواء خطانين نحن قلنا من اليوم الأول نحن مستعدين لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة وفي اللحظة يتفق بيكتر السياسي جاهزين أما الحديث أن الحكومة تعمل أو رئيس مزاو يعمل على طيب تشكيل أو حل حتى يبقى من يقبل من يقبل اللي يبقى بهذه الظروف الصعبة هذه القصة ليست قصة منصبة القصة قصة نجاح أما أن نقبل أن نكون ناجحين وأن نقبل التحدي أو بكل تأكيد على كترة السياسية أن تقوم بدورها بإيجاد حل لهذا الأستاذ يمكن أن انطلق نحو عراق ومنشرق عراق بفرصة للأمل ويجب أن يكون متفاعلين ويجب أن نومن أنه لا حل إلا بالحوار وده وزير الدفاع العراقي جمعة عيناد قادة العمليات والفرق بالابتعاد عن الصراعات السياسية وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع وأن لا يركنوا إلى جهة ضد أخرى وأوضح عيناد في بيان صدر عقب اجتماع مع القادة أن واجب الجيش العراقي المقدس هو حماية الوطن وجدد عيناد تأكيده على عدم الانجرار وراء الفتنة والتصرف بحكمة وحيادية عقد اليوم اجتماع طارئ على مستوى المندبين الدائمين بالجامعة العربية يخاطبهم خلاله المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا السفير مكسيم صبح وذلك عبر الفيديو كونفرنس يأتي الاجتماع بطلب من أوكرانيا لبحث آخر تطورة الأزمة الروسية الأوكرانية وبهود الوساطة العربية لإنهاء الأزمة وأثناء الاجتماع قال صبح خلال كلمته إنه يقدر الأولوية القصوى التي تليها أوكرانيا وقيادتها لتكثيف حوارها السياسي مع البلدان العربية مبديا تقديره للمبادرة العربية بإنشاء مجموعة الاتصال الوزرية وأكد أن أوكرانيا تولي اهتماما كبيرا بتكثيف الحوار السياسي مع الدول العربية وتعزيز التعاون في شتى المجالات تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أوكرانيا والجامعة العربية دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى إرسال وفد من خبراء أمميين تقنيين وعسكريين إلى زابوروجيا لتقديم أو لتقييم التهديد ضد المحطة النووية وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال كوليبا إن روسيا تعرض كامل أوروبا للخطر بتحويل محطة زابوروجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا إلى قاعدة عسكرية لافتا إلى ضرورة سماح روسيا بوصول بعثة دولية إلى المحطة في حال لم يكن لدى موسكو ما تخفي بحسب تعبيره إلى ذلك قالت الإدارة العسكرية والمدنية الروسية إن مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيا النووية طبيعي مشيرة إلى سقوط ثلاثة قذائف أوكرانية بمنطقة تخزين النظائر المشعة في المحطة إلى هذا حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو دوتيريش من خطر حدوث أي ضرر محتمل لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا الأوكرانية أو أي منشآت نووية أخرى وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا واستماح للوكالة الدولية للطاقة النووية بوصول ثوري وآمن وغير مقيد إلى موقع المحطة مناشداً جميع المعنيين بالتحلي بضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض سلامة المدنيين للخطر من جهتي أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السابع القبرى أكدوا دعمهم لجهود الوكالة الدولية للطاقة الضرية نحو تعزيز السلامة والأمن النوويين داخل محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية وأعرب وزراء خارجية مجموعة السابع إلى جانب بوريل عن إدانتهم الشديدة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كما طالب موسكو مجدداً بصحب قواتها على الفور من داخل الحدود الأوكرانية واحترام أراضي أوكرانيا وسيادتها وطالبت مجموعة السابع روسيا بتسليم السيطرة الكاملة على الفور لمحطة زابوريجيا إلى المسؤولين الأوكرانيين أعلنت بريطانيا إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متعددة للإطلاق وقادرة على إصابة أهداف على مدى 80 كيلومتر وقال وزير الدفاع البريطاني بان والس أن هذا الدعم العسكري سيمكن الكوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة وبعيدة المدى كما أوضح أن استمرار بريطانيا في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعد رسالة مفادها أن لندن ستواصل الدعم العسكري لكياب للدفاع عن نفسها أعلن وزير الدفاع الدمارقية عن تعهد مجموعة تضم 26 دولة بتقديم مساعدات بأكثر من مليار ونصف مليار يورو لأوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي إصال 66.224 طن من المساعدات العينية المنقذة للحياة إلى أوكرانيا وذلك من خلال 30 دولة عبر آليات الحماية المدنية التابعة للاتحاد وأوضح التكتل الأوروبي أن المساعدات تشمل 180 سيارة إسعاف و125 عربة إطفاء و300 مولد كهربائي و35 مركبة آلية ثقيلة وأربعة جسور عائمة تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخر مغادرة سفينة حبوب ميناء تشورنو مورسيك الأوكرانية بمجب الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا بوسطة الأمم المتحدة وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بمغادرة 12 سفينة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ الأول من أغسطس وتم التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي بعد تحترات من أن توقف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي المجاعة في أجزاء من العالم أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكانية استخدامه إذا أغلقت الطرق البحرية أو تم حضرها بسبب الحرب وتسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في توقف صادرات الحبوب الأوكرانية ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ كياب على البحر الأسود وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة ترجمة نانسي قنقر أظهر مسح رسمي في بريطانيا أن 1% فقط من الشركات البريطانية عرضت على موظفيها مدفوعات تكلفة المعيشة لمرة واحدة وهو أمر اعتبره بنك إنجلترا مؤخرا خطرا صعوديا لضغط التضخم وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن 5.5% من الشركات التي توظف أكثر من 250 موظفا قد عرضت مثل هذه المدفوعات في الأشهر الثلاثة التي سبقت منتصف يوليو الماضي قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحكومة تعمل على حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة مشيرا إلى أن التخفيف الضريبي يعد جزءا من حزمة شاملة لمساعدة المؤطنين وأوضح المستشار الألماني أن أولوية الحكومة الحالية تتمثل في التحول في مجال الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة مؤكدا أن تأمين الإزدهار هو مشروع لإصلاح المركزي للحكومة أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الإدارة الأمريكية أن متوسط أسعار الغاز داخل الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20% منذ ذروته في يوليو الماضي ووصل إلى أقل من أربعة دولارات للجالون للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المخاوف المتزيدة من حدوث ركود عالمي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد الأمر الذي لاقى ارتياحا كبيرا بالنسبة للأمريكيين الذين يعانون من ضائقة مالية حتى مع استمرار اتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا سجل التضخم تباطؤا أكبر في يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات في نبأ أشاد به الرئيس جو بايدن قبل أشهر من انتخابات نصف الولاية الحاسمة الرئيس الأمريكي قال كذلك إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرى وعلى مدى شهر واحد بلغت تضخم صفرا مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات لم ترتفع مقارنة بشهر يونيو علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.13% الشهر السابق مقارنة بمايو وقد ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام ونصف مما قود القدرة الشرائية وانعكس سلبا على شعبية الرئيس جو بايدن في غضون ذلك يتهم خصوم بايدن الرئيس باتباع سياسة اقتصادية تضخمية بسبب خطته التحفيزية للنهوض في مارس 2021 بعد وصوله إلى البيت الأبيض يأتي هذا في حين يسعى الاحتياط الفدرالي جاهدا لإحداث تباطئ طوعية في الاستهلاك لتخفيف الضغط على الأسعار وبهدف تحقيق ذلك يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسية المحددة حاليا بين 22.25% إلى 22.15% وهذا الأمر يشجع البنوك التجارية على تقديم قروض أكثر تكلفة لعملائها من الأفراد والشركات وقد استعادت سوق العمل الأمريكية في يوليو عافيتها لمستويات ما قبل انتشار وباء كورونا مع تراجع لمعدلات البطالة إلى 3.15% السادسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها رئيسة تايوان تقول إن التهديد الصيني بشأن الجزيرة لم يتراجع قالت رئيسة تايوان تسي إنج وين أن التهديد الصيني بشأن الجزيرة لم يتراجع مشددة على أن تايبي لن تصعد الصراع أو تثير النزاعات ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية التايوانية رفض تايبي نموذج بلد واحد ونظامين والذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع مشددا على أن شعب تايوان وحده هو من يملك حق تقرير مصيره وأضافت الوزارة أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كذريعة لخلق وضع جديد أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بالذخيرة الحية أطلقت خلالها القوات قضائف مدفعية يأتي ذلك بعد إنهاء الصين مناورات عسكرية تعد الأكبر حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أرضها بالذخيرة الحية أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أرضها بحسب المتحدث باسم الفيلق السامي بالجيش التايواني فإن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية المسؤول العسكري التايواني أكد أن بلاده لديها هدفان لهذه التدريبات ضمان الحالة الجيدة للمدفعية وصيانتها بشكل جيد وتأكيد نتائج تدريبات عسكرية جارة العام الماضي وتأتي التدريبات التايوانية بعد يومين من إجرائها بالفعل لتدريبات عسكرية في بينغتونغ حيث أعلن الجيش أن مئات الجنود شاركوا في جولتي المناورات ورغم ذلك قللت السلطات التايوانية من أهمية هذه التدريبات إذ أكدت أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين التوتر جاء بعد غضب صيني أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي وردا على الزيارة أجرت مناورات جوية وبحرية استمرت أياما حول الجزيرة في المقابل أعلنت بكين فور انتهاء مناوراتها أن قواتها نفذت مهاما مختلفة في مضيق تايوان كما تعهدت في وقت نفسه بمواصلة حراسة مياهها إلا أنها أكدت أيضا في البيان نفسه أنها ستواصل إجراء تدريبات عسكرية أعلنت العديد من الدول الشرق السيوية تجدد مخاطر تفشي فيروس كورونا مع تزايد عدد الإصابات ففي تايلند تم تسجيل 2316 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وذلك خلال الساعات الأربعين والعشرين الماضية كما حذرت السلطات الصينية من معكسة لتجدد ظهور الإصابة بفيروس كورونا في دول مجاورة أعلى جهودها للوقاية من كورونا والسيطرة عليها للمزيد نتابع التقرير التالي يبدو أن فيروس كورونا لم يعد تحديا صحيا فحسب ولم تتوقف تبعاته على انهيار العديد من الأنظمة الصحية وإنما صار سببا للخلاف الذي قد يؤدي لتفجر الأوضاع في الشرق الآسيوي الذي صار يمتلك العديد من النقاط المتوترة والساخنة ولسيما مع عودة الإصابات ففي كوريا الشمالية تهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بالتسبب في تفشي فيروس كورونا في بلادها وتوعدتها برد انتقامي يويونغ قالت إن هناك أنشطة على الحدود تتحمل مسؤولية انتشار كورونا معتبرة ذلك قريمة ضد الإنسانية بحسب تعبيراتها وأتات تعليقات يويونغ مع إعلان الزعيم الكوري الشمالي لانتصار على فيروس كورونا إسرى عدم تسكيل إصابات جديدة منذ نحو أسبوعين وفي الصين حذرت السلطات من تجدد ظهور الإصابات بفيروس كورونا في دول مجاورة وانعكاسات ذلك على جهودها للوقاية من كورونا والسيطرة عليها المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية ميفانغ قال إن تسع مناطق على مستوى المقاطعات في الصين أبلغت كل واحدة منها عن حوالي مئة إصابة بكورونا منذ بداية أغسطس الجاري ونحو ألفي إصابة في هاينان وقد أضاف المسؤول الصيني أن الحالات المبلغ عنها أخيرا في منطقة التبيت ذاتية الحكم تشكل أيضا خطرا كبيرا ليبقى كورونا رغم النزاعات هو الخطر الأكبر الذي تواجه الإنسانية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على تويتر إن خمسة حلفاء أوروبيين آخرين يقدمون المساعدة لرجال الإطفاء الذين يكافحون ثمانية حرائق غبات رئيسية في جميع أنحاء البلاد وقد أصفرت الحرائق عن اندلاع هائل للنيران في الجنوب الغربي وأضف ماكرون أن ألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا والنمسا جاءت لمساعدة بلاده بعد مساعدة من سويد وإيطاليا لمواجهة الحرائق شاكرا لهم تضامنهم السريع حرائق الغابات أصبحت من العقبات القوية التي تواجه عددا من الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا حيث تكبد الحكومة الأوروبية خسائر كبيرة ففي فرنسا تقددت الحرائق جنوب غرب البلاد وبالتحديد في جيروند مما أدى إلى تدمير مساحات كبيرة من غابات الصنوبر وهو الأمر الذي دفع بباريس لطلب المساعدة من إيطاليا والسويد وإرسال طائرة إطفاء لمواجهة الحرائق وقد لجأت السلطات الفرنسية إلى إجلاء عدد كبير من سكان بلدات هوستن واسان ماجم بسبب شدة الحريقة الذي التهمت نيرانه 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيليت حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو ألفين شخصا جيروند شاهدت أيضا في منتصف يول الماضي حريقين غير مألوفين أحدهما في منطقة لانتراسة التي تبعد أربعين كيلو متر جنوب بروتو والثاني في تيستي ديبوكا في حوض أركشون السياحي ودمر مساحات كبيرة من الغابات فرنسا تعاني مثل باقي الدول أوروبا من موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق الغابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين وهو الأمر الذي يزيد من أهمية رفع معدلات التعاون بين الدول فيما يتعلق بقضية التغير المناخي من أجل مواجهة تلك الأزمة وإلى ملف حياة كريمة حيث تمكنت أكثر من 1450 قرية في محافظات الجمهورية من الاستفادة من مشروعات توصيل الغاز الطبعي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ويجرى حاليا الانتهاء من توصيل الغاز الطبعي إلى 120 قرية بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية في نطاق لهذه القرى كما سيجرى البدء في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبعي إلى نحو 783 قرية أخرى بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبعي وصل محافظ المينيا أسامة القاضي عقد الارتماع الدوري الإسبوعي لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المينيا بحضور رؤساء المراكز المستهدفة وأوكلاء الوزراء وجه المحافظ رؤساء المراكز المستهدفة بتفقد المشروعات مع ممثلي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤول شركتين الغاز الطبعي والاتصالات ومهندسي دار الهندسة وذلك للوقوف على سير العمل وحل أي مشكلة في وجود جميع الأطراف المعنية انتلقت اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بحضربة جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل86 حالة بمختلف التخصصات الطبية ومنها وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر قال نائب محافظة بن سويف عاصم سلامة إن محطة معالجة صرف قامبش الحمراء بمركز بيبة تخدم ما يقرب من أربع إلى خمسة كرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بطاقة تصل إلى ثلاثين ألف متر مكعب في اليوم وخلال جولته بمركز بيبة لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الكرة حيث تفقد مشروع إنشاء محطة رفع للصرف الصحي بقرير قامبش والتي تتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وذلك ضمن اثنين وأربعين مشروعا بالقطاع بالنطاق للمركز لو بنتكلم على مشروعات حياة كريمة في محافظة بن سويف نحن نتكلم على 1616 مشروع موزعين على مركزي بيبة ونصر النهاردة كنا في جوالة ميدنية لتفقد نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة في مركز بيبة نزلنا تفقدنا المشروعات الموجودة في الوحدة المحلية لقرية أمبش الحمد لله كان فيه عندنا مشروعات محطات معالجة ومحطات رفع الحمد لله نسب الإنجاز فيهم بتتجاوز التلاتين واربعين في المية بالنسبة له الإنشاءات بالنسبة له محطة معالجة أمبش دي محطة كبيرة وضخمة بتتخدم حوالي أربع أو خمس قرى بطاقة حوالي 30 ألف متر مكعب في اليوم بالنسبة له بيئة المشروعات التي تم تفقدها النهاردة تفقدنا كمان مجمعات الخدمات الحكومية في الوحدة المحلية لأمبش عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 21 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكيات الدولة بقطاع الرياضة بحضور عدد من نواب البرلمان وممثل الجهات التنفيذية المعنية والأندية الرياضية وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يوليو الماضي بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات وتضمنت ورشة العمل وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء عدد من القطاعات أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من التقرير الدوري مقتطفات تنموية يهدف إلى إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية وقد أشار التقرير إلى إشادة وكالة تافيتش العالمية بجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوقعات الوكالة بنمو قطاع البناء والتشهيد في مصر بنسبة 11% خلال العام الجاري كما أشار التقرير أيضا إلى تحذير البنك الدولي من الرقود الاقتصادي العالمي وأنه هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية كما أيضا نشر توقعاته بأن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد هذا العام ليصل إلى 2.9% مقارنة بـ 5.7% العام الماضي اشتركوا في القناة تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لقضايا المناخ ولذا في نوفمبر المقبل تحتضن مصر في شرم الشيخ قمة المناخ كوب 27 وفي ضوء تلك الجهود قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجولة بحرية مفاجأة لمتابعة سيري وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات شرم الشيخ واشدت فؤاد بأعمال التطوير والإجراءات الوقائية المتبعة مشددة على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بالسقالات البحرية لضمان سلامة الحياة البحرية وتوفير رحلات سياحية بحرية بيئية فريدة ومتميزة للسائحين تساهم في الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقاومات السياحة البيئية المستدامة افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش المركزية لإصلاح السيارات بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالزاوية الحمراء أشار المحافظ خلل تفقده لأحدث المكينات التي تم مد الهيئة بها إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرا جديدا لرفع كفاءة العمل بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمؤطنين وأكد على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات مضيفا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن جامعة بني سويف الأهلية ستبدأ هذا العام بخمسة عشر برنامج في إحدى عشرة كلية وأضف أن الجامعة الحكومية بمصاريف لا تهدف إلى الربح وتشمل القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والقطاعات العلمية وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بني سويف تتميز بوجود كافة الجامعات على أراضيها ومنها الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية التي سيتم افتتاحها هذا العام نحن بنهني أبنائنا من طلاب السنوية العامة ونبلغهم أن نحن إن شاء الله هدية فخامة رئيس الجمهورية بفتتاح أو بداية تشغيل 11 جامعة أهلية على مستوى محافظات مصر بالإضافة إلى أربع جامعات أهلية اشتغلت من سنتين يبقى كده عندنا خمس أنواع من التعليم في مصر اللي هو التعليم الحكومي والتعليم الخاص والتعليم الأهلي والتعليم للجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية بنسويف محظوظة جداً المحافظة أن فيها جامعة حكومية وجامعة تكنولوجية وجامعات خاصة وجامعة أهلية إن شاء الله سوف تفتتح بداية هذا العام أكد محافظة الإسماعيلية شريف فهمي بشارة أهمية الدور المحافظة زراعياً باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجاً للمانجو خلال المؤتمر الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الأولى 2022 والذي عقد بقاعات الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة دعا محافظة الإسماعيلية جميع المواطنين لحضور فعاليات مهرجان المانجو يومي التاسع عشر والعشرين من أغسطس من ضمن الأهدف الرئيسية للمؤتمر الترفيه على أهل محافظة الإسماعيلية بالإضافة لزوار الإسماعيلية فيبقى فيه كرنفال متحرك ثم عدة أماكن موجودة للجمهور في حديقة نمرة 6 وفي نادي الفيروز وفي حديقة الشيخ زايد وفي نادي السلام وفي أماكن مختلفة من مراكز مدينة الإسماعيلية هيبقى فيها عروض فنية وهيبقى فيها عرض لمنتجات المانجو المختلفة وهيبقى الأسعار هي أسعار الجملة الموجودة في سوق الجملة في إسماعيلية عشان نقدر نتيح هذا المحصول وهذا المنتج لأهلين بالكامل في المحافظة والزوار المحافظة من خارج محافظة الإسماعيلية وننتحول إلى الشأن الاقتصادي وآخر أخبار المالي والأعمال والتفاصيل مع رغدة أبو ليلى إليك رغدة شكرا لكم إلهام ممر وأمير العقدة إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم اختتم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جولته الخارجية بهولندا والدنمارك والتي استغرقت أربعة أيام استهدفت الجولة بحث سبول تعزيز أواصر التعاون ومشرك مع مجموعة ميرسيك العالمية بتوقيع اتفاق تنائي بالمجالات ذات الاهتمام المشرك وخلال لقائه فريق الإدارة العليا بمحطة ماسلاكت للحاويات بميناء روتردام استمع ربيع إلى عرض تقدمي من مدير المحطة يامباوزا تعرف من خلاله على إمكانيات المحطة التي تعد من أكثر محطات الحاويات الأوروبية تطوراً وحداثاً أعلنت وزيرة التخطيط هالة سعيد عن إدراق خطة المواطن الاستثمارية على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكدت وزيرة التخطيط أن إدراق خطة المواطن الاستثمارية على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل نجاحاً كبيراً يؤكد حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية موضحة أن خطة المواطن تم إدراجها حيث تساهم في تحقيق الهدفين العاشر والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية إلى البرصة حيث أنهت البرصة نهاية عاملات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي ثلاثة مليارات جنيه لغلق عند مستوى 669 و 536 من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 23 من مائة لغلق عند مستوى 9988 نقطة مرتفعاً بنسبة 23 من مائة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 22 من مائة بالمائة لغلق عند مستوى 2058 نقطة مرتفعاً بنسبة 22 من مائة بالمائة وقفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 71 من مائة بالمائة لغلق عند مستوى 2983 نقطة إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولر الأمريكي 19.9% للشراء و19.17% للبيع بالنسبة لليورو وصل إلى 19.75% و19.84% الجنيه الإرسليني 23.36% و23.46% الدرهم الإمراتي 5.19% و25.28% أخيراً الريال السعودي 5.8% و10.000% أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في يوليو ارتفع إلى 35.4% على أساس سنوية مقارنة مع الشهر السابق حيث ارتفع معدل التضخم 32.1% نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى إلهام نمر وأمير العودة إليكم شكراً لك رغضة أبو ليلى على هذا العرض تحل اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنان الكبير نور الشريف الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم يعد نور الشريف واحداً من أبرز الفنانين في تاريخ مصر لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما انتهت نشطنا لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوته للحوار ويؤكد أن حكومته تقف على مسافة واحدة من الجميع مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في محطة زبروجيا وأوكرانيا تدعو لإرسال وفد من الخبراء لتقييم التهديد ضد المحطة انتهت نشرة السادسة من التليفزيون المصري شكرا للمتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة